انتهت أزمة ربط البنك المركزي بفرعه في مأرب أو هذا ما يبدو واضحاً من خلال بيان البنك الجديد الذي أكد نجاح عملية الربط بين المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن وفرعه في محافظة مأرب البنك قال في بيان له إن الفريق الفني تمكن من ربط النظام وتطبيق بعض العمليات التجريبية بنجاح وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات سعي البنك المركزي لتفعيل سياساته النقدية في جميع المحافظات المحررة وإدارته لحسابات الحكومة وفقاً للقانون رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك كان قد أوضح في لقاء صحفي سابق خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي أن أوجه الصرف إيراداً وصرفاً لإيرادات محافظة مأرب من الغاز الطبيعي والموارد الأخرى تتم بحسب قوانين الدولة مؤكداً أن عملية الربط التي تمت ستمكن الحكومة من مراقبة عمليات الصرف التي تتم بشكل يومي وشهري وليس في نهاية العام فقط هذا وكانت الأزمة قد نشبت بعد تصريحات لرئيس البنك المركز حافظ معياد لوح فيها ضمنياً بتقديم الاستقالة إذا لم يتم ربط البنك بفروعه في المهرة ومأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر